سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكو في حلقة جديدة من قناة كرشيهاتي مع مرمرة حلية النهاردة هنشرح فيها طريقة عمل بندانة على شكل هيلو كيتي للاطفال هنشوف الخيوط اللي هنستخدمها وكمية الخيط الدي ايه ونوع الخيط اللي هنستخدمه وكمان هنشرح خطواتنا بالتفصيل من البداية لنهاية تنفذها بالنسبة لنوع الخيط اللي هنشتغل بيه انا هنا جربت اشتغل بخيط صوف وجربت اشتغل بخيط قطن وبعد ما جربت بالخيطين شايفة ان هي الافضل ان هي تكون بخيط قطن علشان تكون مناسبة اكتر سواء ان هي تتلبس في الصيف او في الشتاء الخيط اللي هنشتغل بيه هيكون خيط قطن مصري اللي هو خيط مصر البيضة وده بيكون شكله وطبعا الفتلة بتاعته بتكون رفيان علشان كده انا هستخدم فتلتين يعني هستخدم الفتلة اللي برا وهدخل برضو اجيب الفتلة الداخلية زي ما كنا بنعمل في بكر الصوف وهاشتغل بفتلتين مع بعض وهستخدم معاهم ابرة مأسها رقم اتنين ونص مليمتر كمان طبعا انت ممكن تشتغلي باي خيط تلاقيه مناسب عندك لكن يفضل ان هو يكون فيه نسبة قطن وممكن لو عندك خيط الفتلة بتاعته ادخل من ده بحيث ان انا هقدر استخدم معاها الابرادية فممكن نشتغل به هنحتاج كمان الوان تانية من نفس الخيط او لو متوفر عندي انواع قريبة منها ويكون طبعا نفس سمك الخيط او بشتغل بفتلتين زي ما وضحت هنا كده هحتاج لون اسود ولون اصفر او بيج او دهبي اي درجة تكون موجودة عندي وهحتاج كمان لون احمر او لون بمبي علشان هعمل بيهم الفيومكة كمية الخيط اللي بحتاجها تقريبا بتكون حوالي 15 جرام بيكفوني قوي عشان اعمل بيهم البندانة فممكن استخدم بواق خيوط اصلا اعمل بيها البندانة دي مش هحتاج ان انا اشتري بكرة كاملة وطبعا البكرة دي بيكون وزنها 50 جرام هنحتاج كمان مقص صغير للخيوط وهنحتاج ابر تنظيف المقاس الصغير والمقاس المتوسط وكمان هنحتاج زرارة عشان هنركبه في البندانة بعد ما بنخلص من الادوات اللي هنحتاجها كمان مزهورة ويكون فيها الترقيم بالصمتي وهنحتاجها في المقاس اللي احنا هناخده علشان نحدد به الطول بتاع البندانة المقاس اللي هنحتاجه بقا هيكون دوران الراس وبناخده بالشكل دوت بنجيب المزهورة اللي فهع على مقدمة الراس ويبراي طبعا ان المقاس يكون مزبوط اول حاجة هنعملها هي عقدة البداية وبعد كده هنشتغل تلاتة سلسلة وهما دول هيكونوا بداية السطر بتاعنا فهنشتغل واحد اتنين تلاتة وبعد كده هبدأ اشتغل السطر الاولاني على كل غرزة سلسلة هعمل عليها غرزة نص عمود فهبدأ اول غرزة هتبقى عبارة عن الارتفاع اللي هو الاتنين سلسلة وبعد كده هاخد لفة وهدخل في الغرزة التانية وهعمل نص عمود وبعد كده الغرزة التالتة هعمل فيها نص عمود وبكده اكون خلصت السطر الاول وبعد كده هرتفع للسطر التاني فهرتفع برضه اتنين سلسلة وهقلب الشغل بتاعي وفي السطر التاني هنبدأ نعمل تزايد على اول غرزة وعلى اخر غرزة انا عندي هنا هم ثلاث غرز فاول غرزة هنشتغل عليها اتنين غرزة نص عمود واخر غرزة هشتغل عليها برضه اتنين نص عمود واللي في النص بنشتغل عليها غرزة عادية فانا هنا اول غرزة هعتبرها الارتفاع دوت فهشتغل واحدة كمان وبعد كده التانية هشتغل عليها غرزة نص عمود والتالتة اللي هي عندي كانت الارتفاع اللي هم اتنين سلسلة بتوع اول السطر فهندخل في تاني سلسلة وهشتغل برضه غرزة نص عمود وهكرر كمان مرة في نفس المكان وبعد ما بخلص السطر دوت هيبقى عندي كده خمس غرز هنرتفع اتنين سلسلة والسطر التالت هشتغلوا من غير اي تزايد ونظام الشغلي بتاعي هيفضل ان انا بعمل سطر تزايد في بداية ونهاية السطر والسطر اللي بعده بشتغل من غير اي تزايد خلصت كده اخر سطر واشتغلت فيه تزايد وطبعا انا كنت شغالة سطر فيه تزايد وسطر من غير تزايد هبدأ الوقتي اشتغل عدد من السطور بدون اي تزايد لان انا خلاص وصلت للعرض اللي انا محتاجاه والعرض ده تقريبا بيكون في حدود من 8 ل 10 سنتي وطبعا انا بشتغل لغاية لما بلاقي العرض قرب وببدأ ان انا اتأكد طبعا من المقاس بالمزورة وهنا تقريبا عمل معايا العرض 8 ونص سنتي وانا شايفة ان العرض ده كويس مش هحتاج ان انا ازود سطور كمان فيها تزايد عن كده وهبدأ ان انا اشتغل بغرزة نص عمود لكن من غير اي تزايد قبل ما هبدأ اشتغل هبدأ ان انا اقيس بس المسافة دي لان الاياس اللي انا اقيسه دوت هحتاجه فيه تحديد الطول النهائي للقطعة كاملة فهبدأ اجيب المزورة واقيس المسافة دي هشوف هتبقى مقاسها تقريبا قد ايه مقاسها هنا تقريبا عشرة سنتي وانا المقاسي الكامل اللي انا كنت واخداء اللي هو دوران الراس كله اللي مفروض هقفل عليه كانت خمسين سنتي فهبدأ ان انا اشتغل عدد من السطور اللي هي غرزة نص عمود من غير اي تزايد هبدأ اشتغلها لغاية لما المسافة دي كلها يعني بعد ما هشتغل كده هقيس من اول هنا كده لغاية الطول ما يوصل معايا لاربعين سنتي انا بشيل العشرة سنتي دي لاني هعمل زيها في الناحية التانية بس هنشتغل تناقص فعشان كده بشيل عشرة سنتي وبنشتغل أربعين سنتي بس لكن دلوقتي هنبدأ نشتغل سطور عادية خالص من غرزة النص عمود خلصت كده الجزء اللي من غير اي تزايد عدد السطور اللي من غير اي تزايد ولما قاستوهم طلعت المسافة مزبوطة أربعين سنتي ومفروض الوقتي ان انا هبتأ اشتغل تناقص على السطور الجاية يعني زي ما انا كنت عاملة في الجزء البداية كنت شغالة تزايد في سطر والسطر اللي بعده من غير تزايد التناقص عندي برضو هيبقى بنفس النظام برضو هيبقى على بداية ونهاية السطر بس وبنعمل تناقص في سطر والسطر اللي بعده بيبقى من غير تناقص وبنستمر لغاية لما بنوصل ان عدد الغرز بيبقى 3 غرز زي اي اي اول بداية لما جينا نشتغل علشان اتأكد بس ان انا شغلي هيمشي مزبوط المفروض ان انا ابدأ اعد الغرز ديت ومفروض ان اي عددها هيبقى فردي وكل سطرين مفروض عدد الغرز دي هيقل غرزتين ده بس عشان اتأكد ان انا شغلي مزبوط وانا شغالة في التناقص خطوات بقى التناقص في بداية السطر ونهاية السطر طبعا احنا وضحناهم في الدروس بتاعت اساسيات الكروشي لكن هنوضحهم تاني واحنا شغالين الوقتي وقلنا ان التناقص في بداية السطر ما بنعملش اي حاجة في السطر دوت لكن بيظهر التناقص في السطر التاني لاني بتجاهل اللي هو ايه الاتنين سلسلة اللي انا عملتهم اللي هما ارتفاع الغرزة اللي انا بعملها ديت فهنعمل ارتفاع الغرزة لكن مش هنعتبرها غرزة واحنا شغالين في السطر التاني وهنبدأ نشتغل السطر عادي خالص بنفس الغرز بتاعتنا لغاية لما بنوصل لاخر غرزتين ونعمل عليهم تناقص وصلت كده لاخر غرزتين وهبدأ اعمل عليهم تناقص وطبعا التناقص في جميع الغرز طريقة واحدة لكن انا عندي هنا في غرزة النص عمود علشان بخلص التلاتة اللي على الحلقة دول في خطوة واحدة فببدأ اسيبهم وابدأ اخد لفة وادخل في الغرزة الاخيرة وبرضو بسيب الحلقات كده فبيبقى عندي كل الحلقات على الابرة وابدأ اخدهم في لفة واحدة ويبكون كده عملت التناقص السطر اللي جاي هبدأ اشتغل فيه من غير اي تناقص على كل الغرز لكن ما نساش ان انا بتجاهل اخر غرزة اللي هي ارتفاع النص عمود اللي احنا عملناها في اول السطر يعني اخر غرزة هشتغل عليها اللي هي دي بس بنكمل بقى شغلنا عادي السطر الجاي هيبقى فيه تناقص والسطر اللي بعده من غير تناقص لغاية لما هوصل للسطر اللي بيكون فيه عندي ثلاث غرز بس بكون كده خلصت القطعة دي ونشوف اخر حاجة هنعملها فيها بعد ما نخلص السطر دي بكون كده خلصت الجزء دوت ولو جيت احطه على الجزء اللي انا بدأته خالص في الاول وبدأت اعمل فيه تزايد هلاقي ان هم مسافاتهم متساوية وهيبقوا منطبقين على بعض بعد كده هبدأ اجيب المزورة عشان اتأكد ان المقاس بتاعي مظبوط وهبدأ اقيس المسافة عندي وهلاقي ان هي فعلا طلعة كلها خمسين سنتي وده المقاس بتاع دوران الراس اللي انا هعمله هيبقى بس بقيلي هنا كده اخر حاجة هعملها اللي هو جزء العروة علشان انا مفروض هركب هنا في طرف هركب فيه زرار والطرف الاخير دوت اللي انا لسه وقف عنده بالابرة بمفروض ان انا هركب عنده او هشتغل فيه جزء العروة فالعروة عندي طبعا بحددها على حسب الزرار وهي هتبقى مجموعة من السلاسل فيبدأ ارتفع تلاتة او خمسة سلسلة على حسب حجم الزرار وهجيب طبعا الزرار بعد ما هقفل هنا بالمنزلقة وايسه واشوف هيبقى مظبوط ولا لا انا هنا عملت خمسة سلسلة وهقفل بالمنزلقة في الناحية التانية هنا كده عند تاني سلسلة اللي هي بنعتبرها اول عمود وبعد كده هختبر المسافة دي اشوف هتدخل لي الزرار ولا لا لو لقيتها ديقة قوي هبدأ ان انا اوسعها شوية بحيث ان هي تكون مناسبة فهبدأ اعمل كده غرزة المنزلقة وابدأ ادخل الزرار لا طبعا هتبقى المسافة كده ديقة فهبدأ ان انا ازود غرزتين او تلاتة علشان اا المسافة عندي تبقى مزبوطة تمام كده المسافة عندي تلات مزبوطة طبعا عدد السلاسل انت بتحدديه على حسب حجم الزرار اللي انت هتركبيه وطبعا يفضل ان انت تحطي زرار حجمه اا متوسط انا هنا بعد ما جربته لقيت انه بيدخل وطبعا ما خليهوش يدخل بسهولة علشان يبقى محكم بعد ما بقفله وبعد كده هعمل غرزة سلسلة وهقطع الخيط وهخفيف وسط الشغل وبقى كده انهيت شغلي في القطع دي بعد ما خلصنا القطع الاساسية هنبدأ دلوقتي نعمل الودان وهنشوف دلوقتي خطواتها وبعد كده طبعا بكررها مرة كمان في الاول خالص بنعمل عقدة البداية وبعد كده بعمل سلسلة واحدة والسلسلة دي مفروض هشتغل فيها ثلاثة عمدة وهشتغل برضو بغرزة نص عمود فاول عمود هيكون عندي ارتفاع اللي هو اتنين سلسلة وبعد كده هاخد لفة وهدخل في السلسلة الاولى واعمل فيها غرزتين نص عمود طيب بعد كده السطور اللي جاية هبدأ اشتغل فيها تزايد في كل سطر والتزايد عندي هيكون على بداية السطر وعلى نهايته وانا عندي هنا ثلاث غرز ففي السطر التاني مفروض هعمل هنا غرزتين في البداية وغرزتين في النهاية وغرزة على العمود اللي في النص فهبدأ ارتفع اتنين سلسلة وطبعا بحسبهم معايا غرزة وبعد كده هاخد لفة وادخل في نفس المكان اعمل النص عمود التاني وبعد كده الغرزة اللي بعدها هنعمل نص عمود وبعد كده اخر غرزة هنشتغل عليها اتنين نص عمود وبنستمر طبعا في كل سطر بعمل تزايد في اول وفي نهاية السطر لغاية لما بوصل للعرض اللي انا محتاجه وانا رقيه مناسب لشكل الودان اللي هركبها على البندانة خلصت كده وعملت خمس سطور من غرزة النص عمود والطول دوت اعتقد ان هو هيكون مناسب والعرض كده بتاعها هيكون تقريبا خمسة سمتي ويعني اعتقد ان هو عرض مناسب لشكل البندانة بنبدأ بعد كده ناخد غرزة سلسلة ونسيب مسافة من الخيط وبعد كده بنقطعه والمسافة اللي انا بسيبها ديت هستخدمها في تركيب الودان ديت جوة البندانة وبعد كده طبعا بسحب الخيط اخرجه من السلسلة وبنكرر نعمل واحدة كمان زيها وبعد كده نبدأ ان احنا نركبهم في البندانة هنبدأ دلوقتي نحدد المكان اللي هركب فيه الودان بتاعة البندانة فعلشان احدد المكان هبدأ اجيبها بس وقسمها او اتنيها بالنص كده علشان احدد نص المسافة بتاعتها وطبعا انا مش محتاجة اعد الغرز انا بس بحدد يعني النص المسافة تقريبا وبعد كده افرد القطع بتاعتي تاني وبعد كده هبدأ ان انا اشوف الودان هتتحط فين تقريبا بالنظر يعني انا عندي هنا كده ممكن اعد السطور دي واعد مثلا واحد اتنين تلاتة اربعة وعلى بداية الخمسة اركب قطعة بتاعة الودن الاولى ونفس الكلام على الناحية التانية او اعد ستة على حسب ما انا هبقى شايفة ان الشكل هيكون مزبوط هنجيب طبعا القطع دي لكن هخفي اول طرف الخيط دوت علشان لما ركبها ما يبقاش عندي لسه شغل فيها يعني مجرد اركبها وابقى خلصتها هنبدأ بعد الوقتي نحدد المكان او المسافة اللي احنا هنحطهم متبعدين عن بعض فيها فانعد من منتصف المسافة اللي انا حدتها هنا كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعد الوحدة الخمسة او الخطوط الخمسة ديت هبدأ ان انا احطها كده ويبخليها ميلة شوية وانا حطها يعني هي كده تبقى مفروض مزبوطة انا هميلها كده شوية علشان شكلها يبقى مزبوط وهسبتها بالمشابك بتاعة الكروشي ونفس الكلام برضو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنبدأ نحطها هنا كده وطبعا نفس المسافة اللي انا بنزلها بالنظر كده اقدر ان انا احددها تقريبا كده انا زبطهم وبردو نفس الميل وهبدأ برضو اسبتها بالعلامات او الدبابيس بتاعة الكروشي بعد كده هبدأ ان انا اجيب طرف الخيط دوت والضومه في الابرة بتاعة التنظيف وابدأ اسبت بيها الودن في القطع الاساسية بتاعة البندانة هبدأ بقى ادخل جوة الغرز دي كده واطلع من ناحية التانية بالشكل دوت وبعد كده اخرج تاني وانا خارجة ادخل في الغرزة اللي هي اخر سطرة انا اشتغلت عليه لغرزة السلسلة دي بدخل واخرج منها وبحاول ان انا طبعا غرزة تكون ديقة علشان اه الشغل بتاعي يبقى اه متقن في تقفيله وتركيبه خلصنا كده شكل الودانة هو تركيبه وبقت اه مزبوطة وتقريبا متوسطنة في البندانة بعد كده هنبدأ نشتغل العنين والعنين طبعا خطواتها سهلة قوي وهنستخدم الخيط الاسود وبرضه هنستخدم فتلتين منه هنبدأ نعمل دايرة سحرية فهشتغل اول غرزة سلسلة وبعد كده هشتغل اتنين سلسلة لاني هشتغل بغرزة النص عمود لاني مش عايزة الدايرة تكون كبيرة فهنكتفي بس بغرزة النص عمود وهبدأ ادخل في اول سلسلة واشتغل فيها وهي هتبقى الدايرة بتاعتي وهنبدأ نشتغل عشر غرز نص عمود وطبعا هقفل الدايرة في تاني سلسلة انا اشتغلتها ونقفل بغرزة منزلقة وهنشد الدايرة كويس بحيس ان انا ما سيبش اي فراغ في النص وبعد كده هنقطع برضو الخيط بعد ما بنسيب طرف كده وبنفس الطريقة اللي احنا اتعلمناها في تشطيب شغل الكروشي او تقفيل شغل الدائري هنبدأ ندخل بقى في اول غرزة خلصت كده الدايرتين بتوع العينين وهبدأ الوقت احدد مكانهم وهنزل تحت الجزء بتاع الودان كده في ضهر الشغل فهبدأ ان انا ادخل بابرة الكروشي من هنا كده وبعد كده اسحب الخيط دوت وبرده هدخل يعني جنبها او من الغرزة اللي جنبها على طول وهبدأ اسحب الجزء التاني او الطرف التاني بتاع الخيط بحيس ان انا اخلي طرفين الخيط في ضهر الشغل بالشكل دوت وكده ده مكانها اهو مصبوط زي ما انا حددته في الاول هبدأ الوقت ان انا طرفين الخيط دولة اعقدهم مع بعض اكتر من عقدة وبعد كده بدليهم في وسط الغرز في ضهر الشغل بتاعي موسيقى بعد كده هبدأ ان انا اعمل جزء الانف وهو هيبقى شكل مش دائري هيبقى يعني شبه بيضاي شوية وهنشوف الوقت ازاي بعمله وانا هستخدم له خيط اا يعني اللون المتوفر عندي كان لون دهبي ممكن استخدم اصفر او اي لون اا مختلف شوية بحيس ان هو يظهر على اا اللون اللي بيض وطبعا انا الخيط دوت فتلته رفيع ارفع من الخيط اللي انا شغالة بيه فعلشان كده هشتغل بتلت فتلات هنعمل برضو عقدة البداية وبرضو هشتغل دايرة سحرية وهبدأ اعمل آآ غرزة سلسلة وهعمل غرزة كمان لاني هشتغل بقى بغرزة الحشو وهبدأ ان انا آآ اشتغل مفروض عشر غرز منهم غرزتين هيكونوا غرزة عمود وهخليهم قدام بعض فانا هبدأ آآ هعمل اول غرزة حشو اهيت كده اول غرزة حشو وبعد كده هعد بقى اتنين ممكن اوسع الدايرة بتاعتي شوية ودي كده تاني غرزة حشو الثالثة عندي هخليها غرزة عمود بلفة فهناخد لفة وندخل جوه الغرزة ونعمل غرزة عمود وبعد كده هشتغل الرابعة والخمسة هيبقى غرزة حشو وبعد كده الستة برضو حشو والسبعة حشو وهنيجي عند التمنى هناخد لفة ونعملها غرزة عمود وبعد كده اخر غرزتين هيبقوا غرزة حشو التاسعة وبعد كده العشو كده انا عملت آآ عشر غرز منهم اتنين هيبقوا قدام بعض انا اشتغلت اتنين حشو والتالتة كانت عمود وبعد كده اشتغلت آآ حشو اربعة وبعد كده الخمسة كانت عمود وبعد كده اتنين حشو انا بس ما كنتش عايزة اخلي غرزة العمود في الاول حاجة ابدأ بيها فعشان كده خلتها في النص غرزتين العمود اللي عملتهم عملتهم بحيث ان هم يكونوا متقابلين فيخلوا الشكل بدلا ما هو دائري يبقى يعني سنة كده يبقى شكله ايه بيضاوي بعد كده طبعا هقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها ممكن اعد الغرز واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى انا هقفل في الغرزة ديت ونفس اللي انا عملته في العينين هعمله في الانف برضو هنشوف نص المسافة هنا انا طبعا شلت العلامة لكن لو احنا سايبنا هي واضح ان هنا نص المسافة هبدأ ان انا احط الانف بالشكل دوت وبعد كده هبدأ ان انا اشتغل بابرة واسحب الفاتلتين دولت لضهر الشغل موسيقى 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 المترجم للقناة 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 اه في غرزة الحشو وصلت كده لنص الفيونكا وهبدأ ان انا اركب بقى الفيونكا في البندينة اه لكن قبل كده هبدأ ان انا اخفي الخيط دوات وعقده في ضهر الفيونكا قبل ما ابدأ اركبها بعد ما دخلت الخيط في البندانة مفروض ان انا الخيط ده هطلعه من الناحية التانية وهخليه يلف على الجزء دوات في الفيونكا بحيث ان هو يضمها لي من النص شوية فهبدأ ان انا اطلع من ضهر الشغل هنا كده واطلع في الجزء الامامي لكن على مسافة قريبة يعني ممكن نطلع من هنا كده تمام وطبعا مش هيبقى ده العرض بتاعنا لكن هقوم انا دخلها بعد كده في نص الفيونكا برضو من الطرف هنا كده وهبدأ ان انا الم الشغل كده وبعد كده هبدأ ان انا ادخل واخرج ادخل واخرج كتير لغاية لما بعمل هنا تجمع كده من الخيوط وهيديني شكل الفيونكا في النهاية بنكون كده خلصنا شكل ركبناها وخلصنا كده البندانة بيبقى ماقيسنا بس ان احنا نركب الزرار في آآ طرف البندانة. واحنا طبعا كنا عملنا العروة في الطرف التاني. بتكون كده البندانة خلصت معنا وخلصنا حلقتنا لشرح بندانة الهيلو كيتي. آآ اتمنى ان الفيديو يكون نال اعجابكم. والشرح يكون واضح. واشوفكم في حلقة جديدة وعمل جديد من اعمال الكروشي. لو عجبك الفيديو اعمليه لايك وشير لو شايفة ان حد ممكن يستفيد منه. آآ كمان لو عايز اتتابعي كل الفيديوهات والاعمال اللي بنفزها بالكروشي اعملي سبسكرايب او اشتراك للقناة. وتابعوني على اليوتيوب. وكمان على صفحة اللفيس اللي هي باسم كروشيهاتي. وهتلاقوا الرابط بتاعها موجود تحت الفيديو مباشرة. واشوفكم على خير. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.